أنا قضيتي الأولى نشر التراث والمذهبية ولازم هذا القضاء على السلفية عشان ما أحد يقولك أنت قضيتك ما بقى شهراك للسلفية ما أنت فهمني يا حبيبي في لازم وملزوم قضيتي الأولى ولا أكذب كلام ده في صفحتي من كذا سنة هيجيبها لك الحالة ابن يشام أكيد يعني اللي هي قضية حياتك يعني إيه القضية اللي أنت عيش لها في حياتك ده أنا كاتبها وأنا مع السلفيين قضيتي اللي أنا عيش عليها في حياتي هي إحياء التراث الإسلامي حقيقة مش بتاع السلفيين إحياء التراث الإسلامي والدفاع عن المذهبية ونشر المذاهب بين الناس وتعظيم أهل العلم